موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام التقي بكم من جديد وتجمعنا وياكم في الصباح رباح اللحظات الصباحية اليومية على الخير ويرتقي تواصلنا وياكم بالكلمة الطيبة والبسمة الحلوة واللي عساها توصلكم وانتم شاء الله في أحسن حال وتجدد أيضا ناويان فقرات ومواضيع حلقة اليوم واللي بنستعرضها لكم في تقارير وتغطيات مباشرة بقدمونها لنا من نديب صباح رباح بيكون معانا اليوم نديب سعود المعاضيت من مسرح الإدارة العامة للمرور وأيضا تكون معانا زميلة نور المنصوري من الملتقى الدولي الثالث للعمل الإنساني وأيضا معانا زميلة حلان بلان من مقر اللجنة الأولمبية الإلكترية وعندنا أخبار البورصة اللي طبعا كل يوم كلها نصيب معانا في حلقتنا وبالطبع قراءة في عنوين صحفنا اليومية كعادتنا والحين بنبدأ معاكم جولتنا الصباحية في صحفنا المحلية وأبرز ما ورد فيها من عنوين وأول جريدة معانا هذا الصباح هي جريدة الراية في صفحتها الأولى وهذا العنوان الشيخة موزة تبحث في سي اول التعاون بين واحة العلوم ومؤسسة إنوبولس طبعا أيضا تم بحث تأسيس إطار تعاوني في مجال التسويق التجاري للتقنيات حيث تلتزم مؤسسة إنوبولس بدعم تسويق الأبحاث والتطوير في كوريا الجنوبية هذه خبرنا الأول أما خبرنا الثاني في محليات جريدة الراية وهو بدء فرز أسماء المتقدمين لأداء الحج اليوم والإدارة عقدت اجتماعا مع المقاولين ويذكر أن إدارة الحج والعمرة حرصت على البدء مبكرا في التحضير لموسم الحج هذا العام حتى يتسنى لها إنهاء كافة الإجراءات من تسجيل وفرز قبل شهر رمضان وحتى تكون الفرصة مواتية للراغبين في الحج التسجيل ومتابعة الإجراءات قبل مواعيد الإجازة الصيفية أما بالنسبة لخبرنا الثالث أيضا في محليات جريدة الراية الشورى يوافق على تنظيم الموانئ البحرية وإجراء تعديلات القانون الخاص به شملت أربع مواد وزيادة مدة بقاء البضائع بالميناء إلى شهرين قبل طرحها للبيع عندنا أيضا الخبر الأخير من سلسلة أخبار جريدة الراية في الراية الاقتصادية اتفاقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعها الدول الإسلامي مع قطر للتنمية 100 مليون ريال قيمة محفظة الضمين تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية عندنا الآن جريدة الراية في خبرها الأول صنع في قطر اليوم برعاية الأمير ويفتتحه رئيس الوزراء طبعا يقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم عدد من الندوات والأمسيات عن مستقبل الصناعة في قطر والمستحدث في التشريعات الكطرية بجانب لقاءات مع وفود زائرة للمعرض والعديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة عندي أيضا هذا الخبر في جريدة الوطن وهو الخبر الثاني الدوحة تحتفي باليوم العالمي للمتاحف 100 ألف يورو دعم قطر للآيكم نظمت متاحف قطر أمس الأثنين سمنارا تحت عنوان المتاحف من أجل مجتمع مستدام بمتحف الفن الإسلامي كان هذا السمنار وكان طبعا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف 2015 صلت السمنار الضوء على المؤسسات الثقافية والمواقع التاريخية المنتشرة في دولة قطر وأبرز الدورة التي تؤدي هذه الجهات في دعم التنمية البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 أما عندي في الوطن والمواطن الرعاية تطلق نظام المعلومات المعلومات CIS في مركز الوكرة الصحي الأسبوع المقبل وأشارت الدكتورة سامية إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات حيث يعتبر هذا النظام ذا أهمية بالغة بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كونها أحد المتبنين للإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وخبرنا الأخير في جريدة الوطن تحديدا في الوطن الاقتصادي انطلاق مؤتمر الاستادات العالمية الخامس اليوم وخمسون مبنى مصنفا بالمباني الخضراء هذه بالنسبة لجريدة الوطن عندنا الآن جريدة العرب في هذا الخبر تصاميم كطرية مبهرة بيوم العمارة قدمتها خمسون طالبة بكلية الهندسة والدكتور العماري يقول المشاريع المعروضة تتناسب مع رؤية قطر عشرين ثلاثين والدكتور إبراهيم أيضا يقول ستين مشروعا معماريا مختلفا للطلاب وعندنا أيضا هذا الخبر الثالث في سلسلة أخبار جريدة العرب الهلال المدرسي يدرب الطلاب على نشر ثقافة التطوع وقام بتكريم المشاركين بالبرنامج وسيد المهندي يقول ندرب النشأ على الإسعافات الأولية والبرنامج وصل إلى أكثر من 45 مدرسة وخبرنا الأخير في العرب الاقتصادي سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يدعو لجذب الفنيين الإلكتريين إلى الطاقة والصناعة ووزع جوائز التقطير السنوية السابعة على شركات القطاع طبعا هذه كانت أخبار جريدة العرب وآخر جريدة معنا اليوم وهي جريدة الشرق في محلياتها وخبرها الأول إنشاء مجموعة دعم الأطفال المصابين بالسكري بمستشفى حمد للتخفيف من معاناة وتحسين ظروفهم الحياتية والدكتورة فوزية الخلف تقول ملتزمون بتقديم التثقيف الصحي والدعم لأسر الأطفال المصابين بالسكري والخبر الثاني أيضا في محليات جريدة الشرق 30% من سكان قطر لديهم سمنة نتيجة العادات الغذائية غير الصحية هذا ما تم ناقشته في مؤتمر جراحات السمنة لناقش أحدث تقنيات عمليات إنقاص الوزن و70% من المراجعين الإكتريين لحمد الطبية لعلاج السمنة من النساء وحمد الطبية قدمت رعاية تخصصية لألفين مريض خضعوا لجراحات إنقاص الوزن منذ عام 2011 وآخر خبرين عندي من أخبار الملاعب كطرية في جريدة الشرق هذا الخبر في بادرة طيبة ورسالة مهمة اتحاد الكرة يحتفي بقدامى اللاعبين موجودين في الصورة المرفقة مع الخبر وآخر خبر معنا اليوم هو الوفود تكتمل اليوم والبداية غدا 11 دولة في بطولة الدوحة الدولية للملاكمة وسيد يوسف الكاظم يقول لا عبوا العنبي ينتظرون التحدي وهذه كانت أولى أو آخر أخبارنا لليوم وطبعا وأولى محطاتنا معاكم الحين بنطلع هذه المحطة الخارجية اللي بتكون مع النديب سعود المعاضين الموجود في مسرح الإدارة العامة للمرور بينقل لنا فعاليات اليوم النهائي من مسابقة تصميم المواقع الإلكترونية الثاني صبحك الله بالخير يا سعود نعم كل شكر لك يا أختي حصة صبح لك بالخير وصبح على مشاهدين الكرام بالخير طبعا مثل ما اتفضلت أنا موجود في مسرح لدارة العامة للمرور إن شاء الله بنتعرف على آخر أخبار مسابقة تصميم الموقع الإلكتروني طبعا مشاهدين أنا كنت معاكم أول أمس في بداية هذه المسابقة بنشوف اش صار ولي وين وصل الطلاب وإن شاء الله بنتعرف على آخر الأخبار وآخر الفازين بإذن الله يسعدني لنرحب بالنقيب رياض أحمد صالح رئيس غسم التوعية والثغافة المرورية يا مرحبا ومسألة فيك وشرفتنا على شاشة غناة الريان يا مرحبا فيكم وأشكر غناة الريان وعلى دعمكم وتواصلكم معنا في تقضية انشطة وفعالية التوعية المرورية لا شكرا على واجب الله سلمك ودنا تعرفنا عن آخر الأخبار شون شفت مشاركة الطلاب شون شفت تصاميم المواقع اللي قدموها طبعا بالنسبة للمسابقة اللي أطلغناها في بداية الموسم الدراسي الحمد لله كانت هناك عدد كبير مبادرات المدارس شاركوا معنا 24 مدرسة كل مدرسة شكلوا خمس طلاب وهالطلاب طبعا قاموا بإنشاء مواقع اللي يتركز على الوع المروري طلعنا بـ 24 موقع طلعنا بـ 24 فكرة 24 مقترح 24 يعني استفدنا من أفكار الشباب من خلال هالمواقع طبعا شكلت لجنة تحكيم المواقع الحمد لله وطبعا طلعت خمس مواقع إحنا استفاجأنا بالأفكار اللي أخذناها من الشباب بأسلوب جديد رح تفيدنا طبعا أكيد من خلال دعم هذه المواقع في عبر التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أيضا رح تفيدنا من خلال الاستفادة من أفكار الشباب اللي رح نستلخص منها بأسلوب جديد في التعامل المروري في الموسم الجاي إن شاء الله عقب هذه المسابقة بتقعدون أنتم مع الشباب ممكن أنهم يشاركونكم حتى في موقعكم موقع وزارة الداخلية أو حتى أنهم يبنون لكم موقع خاص للتوعية موقع خاص لتوعية الأطفال أو حتى الشباب صحيح طبعا الهدف من هذه المسابقة أول شيء هدفين الهدف الأول نشر الوعي المروري اللي بشاركم معنا في المسابقة الطلاب اللي يسووا الموقع هذا أكيد بحثوا عن المعلومات تتعلق بالسلام المرورية وعن الإحصائيات وعن بعض الأمور التي تتعلق بالسلام المرورية فأكيد أخذ وعي من خلال هذا البحث أيضا أخذنا أفكار ومقترحات بأسلوب شبابي من خلال طرح الموقع هذا إحنا طبعا مثل ما أقول لك راح ندعم المواقع عشان تنتشر أكثر وراح نستقطع بالشباب اللي راح يكونون معانا بدعمهم بكافة المعلومات وأيضا هناك مبادرة راح نطلقها اليوم هي مبادرة ربع المرور هي طبعا شيء جديد بالتنسيق مع مدرسة خليفة راح نعد عشر طلاب من كل مدرسة إن شاء الله البداية بداية مع مدرسة خليفة وأنا أحب أشكرهم وأشكر المجلس لعلى للتعليم على دعمهم وعلى فتح المجال لنشر الوعي المروري راح نهيئ عشر طلاب يمثلوننا في المدارس في كل مدرسة بداية من مدرسة خليفة نعطيهم دورات وورش عمل شنون يوصل رسالة التوعوية لأن الهدف نبقي الطالب هو اللي يوصل التوعية بأسلوبه لأن الطالب يتقبل من الطالب بإشرافنا طبعا ومتابعتنا هذه المبادرة راح تشوفونا من خلال التكريم اليوم وراح نعرض تفاصيلها إن شاء الله إن شاء الله طبعا الله يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي يتغدمونها وبالفعل فكرة حلوة نكون تخلون طلابهم اللي وععون لأن الطلابهم قراب من ربعهم ممكن ربعهم يسمعون لهم هم قبل الله يسمعون حق اللي أكبر منهم ودنا غسل بما أنك رئيس قسم التوعية تعرفنا عن إن شاء الله الخطط الجاية بما أن رمضان مقبل علينا الحين شالخطات شالبرامج اللي حطينها شالفعاليات طبعا الحمد لله إحنا شهر رمضان إحنا عدنا لخطة كاملة تتناسب مع الشهر الفضيل ركزنا على طبعا أكيد مبدئيا قبل الفطور الفترة اللي فيها تجمع عدد كبير من الشباب خاصة في الكرنيش رح يكون لنا تواجد في منطقة الكرنيش لاستقطاب الشباب اللي هناك وأيضا عندنا برامج في أثناء الفترات المسائية في المجمعات التجارية وأيضا احتفالية فعالية القرنقعو رح يكون لنا مشاركة في المسرح وأيضا رح يكون لنا حلقة نقاشية في برنامج طبعا منسق وطبعا في عدة جهات مشاركة معنا في البرنامج مثل وزارة الأوقاف والحياة الخيرية أيضا في شهر مضار رح نستهدف الجاليات من خلال أفطار الصائم لأن هناك تجمع كبير لعدد كبير من الجنسيات والجاليات الأسوية اللي دايما نحب نوضح أمور اللي تتعلق بسلامة المشاة هناك برنامج كبير إن شاء الله يعني رح نوافيكم بالخطة كاملة نحن عندنا الحمد لله خطة متماشية مع الفعاليات والمناصبات اللي فيها في الدولة خلال سنة كاملة لنهاية الشهر راح نكون طبعا في تنسيق معاكم لعرض هذه الخطة الله يعطيكم العافية وصراحة بيض الله وجيكم على على هذا المجهود على هذا المجهود اللي يتغدمونه أسأل الله يبلغنا شهر رمضان إن شاء الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك بيض الله وجيكم وأقدم لكم الشكر مرة ثانية وهذا دعم كبير من قناة الريان وإن شاء الله يكون متواصلين مع بعض ودوركم كبير إن شاء الله شكرا على واجب وإن شاء الله احنا متواصلين طبعا مشاهديننا الكرام كان معاي النغيب رياض أحمد صالح رئيس غسم التوعية والثقافة المرورية الحين ودي أخذ أحد الطلاب المشاركين في هذه المسابقة في البداية تعرفنا عن اسمك وتعرفنا عن التصميم التصميم الموقع اللي انت صممته اسمي حمد الكثير محمد بن عبد الوهاب الثانوية أنا صممت الموقع صممته في البداية كان التصميم عادي كان السلام المرورية وبعض الصور فسحنا بعد يعني ما اجتمعنا أنا والطلاب كان حول 6 طلاب اجتمعنا في المدرسة حطينا صممناها وكل واحد جاب اغتراح التصميم الموقع كتبنا لينما يعني انتهينا انه كتبنا اسم الموقع في البداية على الأفوق ومعلوماته كلها وروابط وفيديوهات توعوية وغيرها عسى الله يوفقكم إن شاء الله طبعا أنا ودي بعد أخذ أحد الطلاب المشاركين حياك يا مرحبا ومسألة فيك مرحبتين يا غانم تخبرنا عن مشاركتك شون كانت مشاركتك في تصميم الموقع الإلكتروني وشلون يعني كانت تعاون بينك وبين الطلاب المشاركين معك طبعا سعود أول شي أحب أصبح عليك بالخير نحنا في البداية طبعا شاركنا في المسابقة لأننا مؤمنين بأن المجتمع هو اللي يقدر أن يغير الخطأ الموجودة وخصوصا في الحوادث السيارات مثل ما تعرف المجتمع ما شاء الله يعني دائما الحوادث ونشوفها باستمرار فحنا حبينا طبعا بعد ما شفنا هذه المسابقة حبينا أن نحنا نشارك فيها حرصنا أن الموقع الإلكتروني ما لنا يكون غني بالمعلومات غني بالصور بالفيديوهات اللي إن شاء الله نقدر أن نحنا نوصل رسالتنا من خلال الموقع هاي الموقع شون كان شون ترتيب هذا الموقع حل حطيتوا فيديوهات توعوية صور توعوية أو حتى جمل توعوية اللي بيزور الموقع اللي بيشوف الموقع أو حتى الطلاب اللي موجودين معاكم في نفس المدرسة خليتهم يطلعون على الموقع تأخذون رأيهم في هذا الشيء في البداية احنا طبعا صممنا موقعنا من في كل ركن في الموقع لا يعني شاكل غير يعني أنت في البداية تقدر تحصل الصور تقدر تحصل فيديوهات أيضا نحطينا نموذج حق الإخوان الصم اللي ما يقدر يسمع الفيديوهات فيكون بالإشارات طبعا فيديو بالإشارة يقدر أنه يفهم الموقع شلون ماشي وفي البداية بعد أيضا نحطينا بعض المحاضرات التوعوية للإخوان بعض المشايخ اللي موجودين يعني يتكلم عن الحوادث ودور الحوادث وشلن نحن نقدر نغير في الحوادث نعم الله يعطيكم العافية وعسى الله يوفقكم إن شاء الله في هذه المسابقة أجمعين يعطيك العافية طبعا مشاهدين الكرام مثل ما تعرفنا على هذه المسابقة وحتى المشاركين في هذه المسابقة صراحة اللي لفت انتباهي أن الشباب المشاركين أهم شيء حطوا في بالهم أنهم يوفرون كل الخدمات أو حتى الرسالة التوعوية حق ذوي الاحتياجات الخاصة صراحة يشكرون على هذا الشيء عسى الله يوفقهم هذا كل اللي عندي من المسرح اللي داره العامة للمرور وأرجو على أختي حصة في الاستيديو شكرا يسعود على هذه الإطلالة الصباحية وبرك الله إن شاء الله في جهود الطلاب والحين مشاهديننا نطلع معكم هذا الفاصل القصير اللي من بعده نكمل باقي فقرات الصباح رباح انتظرونا